السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم. هنتكلم عن اجهزة الفرز التاني. اجهزة القهربائية او الاجهزة المنزلية اللي هي اللي هي فرز تاني. اه طبعا كتير الناس ما يعرفوش ايه هي اجهزة الفرز التاني. بيروح بيلاقي احد بيقول له عنده مسلا تاجر يقول انا عندي اجهزة فرز تاني بنص التمان. طب ايه هي اجهزة الفرز التاني. طبعا التاجر بيرد على طول. بيقول لا بيبقى في خطوشات بسيطة ممكن ما تكونش واضحة خالص. اه للعين كده. او دي بسيطة وبنص التمان. طبعا اه يعني الكلام دوت من الصحة مية في المية. فلازم نحزر يا جماعة الاجهزة المنزلية احنا بنشتريها في الفرز التاني. احنا النهاردة هنعرف كل المعلومات والنصب بيتم ازاي? وايه الحاجات الصح وايه الحاجات اللي مصصح? بالنسبة للاجهزة الفرز التاني. اجهزة الفرز التاني ديت معظمها بيكون في الاجهزة المنزلية عامة تاني. شاشة تلفزيون تلاجة قسالة اي حاجة من دي. ازاي تعرف ان الجهاز فرزة تاني ولا لا او ازاي بيكون في عيوب تقدر تعرفها ولا لا? وكمان تعرف ازاي ان هو فرزة تاني. مش فرزة اول لو انت بتشتري فرزة اول. اول حاجة هنعرف ايه هو الفرز التاني? الفرز التاني. بيبقى حاجة اه في خطوط انتاج في كل مصنع. اه طبعا بيطلع الاجهزة كلها انتاج واحد حاجة واحدة. في حاجات ممكن تتخبط فعلا. وفي حاجات بتبقى مخطوشة ديت اللي ما ينفعش يباح. وده اللي انا اعرفه من التاجر وكل الناس عارفينه. الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش ان فيه اجهزة بتكون راجعة. جهاز اه راح لسجون. حد اشتراه. لقى فيه عيب. مسلاً الفرشة مهزوزة. اه بيسخن بسرعة. اه الكفاءة مش عالية. فده الشركة بتاخده بتديله جهاز قديم. علشان اعادة التصنيع بتتكلف اكتر. بياخدوا الجهاز بيديوه لتاجر. ويبيعوه على اساس بيحط عليه باج اه فرز تاني. اه وبعدين بيبيعوه بسعر ولايل جداً للتاجر والتاجر يبيعوه على اساس ان هو فرز تاني زي ما موجود. فمش كل العيوب بيكون بس خطوش. ممكن يكون فيه حاجة في عمر الجهاز. هم من شايفين ان الجهاز عمره بيكون اقل. او احتمالية عمره يكون اقل بتبقى موجودة عندهم بيبقى عارفين كده. فبيقولوا احنا هنبيعوه فرز تاني. فانت زي ما انت عايز. عايش تشتري جهاز فرز تاني بسعر اقل. بيبقى تقريباً لنص سعر. اه جهاز بنص سعر. يعني لو جهاز مثلاً بخمس تلاف فيبقى سعره الفين ونصة او الفين او تلاتة على حسب الجهاز. فانت لو عايز تشتري وانت وحظك ما فيش اي مشكلة. اه ديات ما فيهش مشكلة. المشكلة الكبيرة انك تشتري جهاز فرزة اول بتدفع تمنه كامل على الاساس ان هو فرزة اول وبيجي يطلع فرزة تاني. فكلام دوت نعرفه ازاي? لازم نتأكد منه. طبعاً الشركة بتحط على الجهاز على الكارتونة او على الجهاز نفسه ان هو دوت فرزة تاني. اه بقى عليه علمت بي تقريباً. فممكن ان تاجر يشيل الجهاز دوت وخصوصاً فيه اه سوبر ماركت كبير مش من غير ما نقوله اسمه. اه بيشتغل في الموضوع دوت بيبيع الاجهزة على انها فرزة اول وهي فرزة تاني. وفيه تجار برضو بيعملوا كده. فنتأكد ازاي? بيبقى متشغل. ما فيش مشكلة تمام. طيب. بيبقى اول حاجة يا جماعة الفرز الاول. لاجهزة على حسب الشركة. بيبقى الضمان اقل حاجة خمس سنوات. وفيه سبع سنين وفيه عشر سنين. ما فيش اقل من خمس سنين. يعني ممكن ممكن تلات سنين بس الشركات اللي هي ضعيفة او ممكن. لك اما الفرز التاني. ده بيبقى ضمانه ست شهور او سنة او من غير ضمان. يعني اكتر حاجة للفرز التاني بيبقى سنة. ما بقاش ليه ضمان. فدية حاجة لازم ناخد بالنا منها كويس. بنشوف الضمان بتاع الجهاز اللي احنا اشتريناه. بنشوف مدد الضمان قد ايه? وكمان لازم نتأكد ان الضمان اللي في ادينا دوت اللي مع الجهاز بتاع نفس الجهاز اللي احنا خدناه. فبيبقى عليه سريل? ونفس السريل ده لازم بيكون مطبوع على الجهاز على التلاجة او الغسالة او اي حاجة بتشتريها. فلازم نتأكد من السريل ده. لو حد قال لك فرز تاني وضمان عشر سنين. طبعا ده مستحيل. الفرز التاني بيكون ضمانه ست شهور او سنة او من بدون ضمان خالص. فما فيش فرز تاني اكتر من سنة. لو حد ادي لك جهاز وقال لك فرزة اول وتمام ولو انت بتشتري فرزة اول فاول حاجة هتتأكد منها. عشان الموضوع دوت كتير جدا والاجهزة الفرزة التانية مالية الدنيا بطريقة غريبة. معرفش زي الشركات يعني بتطلع جهزة دي اكيد بتخسر او فيها اي حاجة. في حاجة مصصحة في الموضوع. فلازم نتأكد واحنا انه بنشتري اي جهاز ان هو مش فرزة تاني. بنتأكد ازاي من الضمان بيكون عليه علامة مائية بتاعة الشركة. بيكون عليه رقم سيرير. رقم ده نطبقه مع رقم السيرير اللي موجود على الجهاز نفسه. لو هو صحيح او الضمان اكتر من تلات سنين. تلاكة خمسة سبعة عشرة. يبقى كده الجهاز فرزة اول ما فيهوش مشكلة. ده اللي انت تقدر تعرفه. اما لو سيرير مش مزبوط على نفس الضمان اللي انت واخده. طبعا يبقى الجهاز مش فرزة اول. اتيجي تتصل بالضمان هيقول لك لأ. احنا مش هنصلحه ده مش جهازنا انت هتدفع مبالغ لان ما فيش آآ خدمة صيانة فترة ضمان او كده. فلازم نخلي بنا من كده يا جماعة. خصوصا الناس اللي بتشتري من تجار. خصوصا الناس اللي بتشتري من سوبر ماركت اللي هو بيبيع الاجهزة. اه الماركت الكبير اللي بيبيع الاجهزة. لو انت عايز تشتري جهاز برزة تاني. سعر اقل. ومضمون. ما يضحكش عليك. تعرف ازاي. اه بتشتري مباشرة من المكان اللي هو بيبيع. طبعا في معظم الشركات الاجهزة المنزلية دلوقتي بتبيع في متاجر بتاعتها فتحين فروع للبيع. وبيبقى ليهم بيبيعوا اونلاين. فتقدر تشتري منهم مباشرة لو انت عايز تتأكد من حاجة. ان كان فرزة اول او فرزة تاني. اما لو عايز تشتري فرزة تاني وعايز تتأكد زي ما عارفنا ايه الضمان والسيرير نمبر. لازم نتوقع مع بعض. وشكرا ليكم.